ماما كان في آخر عيد ميلاد ليها بآخر عيد ميلاد ده كان في 2015 في 21 مايو ونونيا ونونيا وآيمن وآيمن أخوية وأنا أنا عايزة أقول لك العيد ميلاد ده وهي إحنا بنتفي التورتة قالت لي ده آخر عيد ميلاد لآيمن كانت حاسة كانت حاسة وتأثرنا جدا ويمكن هي عنيها كان باين عليها في الصورة أنها كانت بتبكي قبلها قبل الصورة دي وآيمن باين عليه كمان أنه هو من نظرة عينه أنه إحنا كنا حاسين من كلامها أنه هي كانت حاسة علاقتها إيه بقى بيكي إنتي وآيمن والفترة الأخيرة قبل وفاتها هي كانت شخصية معطاقة جدا جدا ومش عايزة حاجة في الدنيا خالص عندها حالة رضا وقناعة أن كل مرحلة في حياتها عدت اللي جاي دايما أحلى فكانتش بتعمل حاجة في حياتها غير إنها عايزة بتشوف ولادها محتاجين إيه إيه الحاجة بتحس براحة نفسية في وجودها في وسط أحفادها كانت طفلة في وسطهم برضو يعني بتبارس المرحلة اللي هي عملتها معينا كأم يمكن أضعفها مع أحفادها عندها سيف دائمي ونور بنت أين هي كانت بالنسبة لها حياتها كلها في ولادها وفي أحفادها فكانت العطاء كله الحب الحنية كمين راي من الفنانين في فترة السيدة تماما سميرة أحمد دي بقى بالنسبة لها كانت أكتر من أخت كانت علاقة يعني صديقة صدوقة مقربين من بعض تقريبا بيشوفوا بعد كذا مرة في الأسبوع يعني علاقة طيبة جدا 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 جوازها من بابا وبسطها مع بابا بابا طبعا الفنان العظيم وأنا كنت بعرفه شخصيا وتشرفت جدا بي وأستاذنا العظيم بدردين جمجوم الصور الجميلة دي اللي قدامنا تكلمين عن علاقة بابا بماما وبعدين وفاته سنة أظن 92 أنا فاكر أظن كتأثرت كتير في حياتها احكي ما نسوا دي صورة فرح دي كانت في مصرحية شقة وخمسين مفتاح هم هم تقابلوا في المصرح في فرقة إسماعيل ياسين هي كانت في طبعا إسماعيل ياسين ده بالنسبة لها كان برضو من ضمن الناس اللي هي بتعتز بيهم جدا جدا لأنه هو مثلت معاه وهي صغيرة ومثلت معاه وهي كبيرة فلما هو طبعا كان عنده فرقة مصرحية فهي كانت بعد ما دخلت شوية كده عملت كام فيلم في مرحلة تانية في عمرها لما باقت في سن تاني بقى مات موازال وفي مرحلة المراهقة وقفت هي لسن 16 سنة أو 17 سنة أنا بفكر في اللي نسيني